معتقلات سرية وانتهاكات جسيمة تحدث بداخلها لا تراها عدسات الكاميرا ولا يستطيع أحد أن يتناولها في موضوع حتى ولو لمجرد الحديث العابر ربما كان هذا هو الملخص الذي كشف عنه التقرير الدولي لمنظمة Human Rights Watch الذي تحدث عن واقع انتهاكات عديدة تمارسها قوات تتبع دولة الإمارات بحق المعتقلين في كل من محافظتي عدن وحضر موت جنوب البلاد أخبار بالإضافة إلى أنها أظهرت واقع تعامل مخيف يقوم به الحزام الأمني داخل السجون فقد جاءت أيضا لتمثل صدمة للرأي العام خصوصا في الوقت الذي كان يؤمل فيه أن تقدم المحافظات المحررة إنموذجا إنسانيا مغايرا لما يحدث من انتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشة الحوثي والمخلوع الجديد في هذه القضية توجيه الحكومة بتشكيج لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة وهو الأمر الذي يعني في مجمله تحركا من الحكومة للتحقق من المعلومات التي وردت في التقارير الحقوقية الدولية التقارير التي كشفت عن وجود مراكز احتجاز غير رسمية تخفي العشرات خارج إطار القانون منهم أشخاص تم إصدار أوامر حكومية بإطلاق سراحهم جاءت أيضا لتوضح حجم التكديم الإعلامي عن هذه القضية المسكوت عنها طويلا النائب العام في مذكرتين حصلت عليهما قناة بلقيس دعا إلى الوقوف على مشروعية الحبس وأماكن الاحتجاز ووجه نيابتي الاستئناف الجزائية المتخصصة في محافظتي عدن والمكلة بالنزول إلى أماكن الاحتجاز والتوقيف غير القانوني والرفع بالنتائج خلال أقرب وقت ممكن واقع مجهول إذن يخيم على المناطق المحررة وحديث يوبي عن انتهاكات لا تعد أمام مطالبات بسرعة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه اشتركوا في القناة